المغرب يعلن انتهاء الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس كورونا وزارة الصحة المغربية تؤكد أنه بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر الضعيف لانتشار وباء كورونا تنتهي الموجة الثانية لأوميكرون وهي الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر الضعيف لانتشار فيروس سارسكوف 2 تنتهي الموجة الثانية لأوميكرون وهي الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس لتبتدأ فترة بينية جديدة هي الفترة البينية الرابعة انتهاء هذه الموجة الوبائية بحسب وزارة الصحة المغربية لا يعني انتهاء الوباء كما أن انتشار الفيروس سيستمر في مستوى ضعيف مع احتمال عير مستبعد لحدوث موجة أخرى ولكن هذا لا يعني نهاية الوباء دائما تبقى المفاجآت محتملة وبالتالي لا بد من الحذر خصوصا في الفصول القليلة المقبلة لنرى هل ستكون المتحورات التي ستظهر تستمر في خفض خطورتها على العكس سيعاود كورونا انتاج متحور أكثر ضراء ومع قرار انتهاء هذه الموجة الوبائية فإن المغاربة يتطلعون إلى الرفع الكلي للإجراءات التي اتخذت الحكومة للتخفيف من انتشار الوباء إلى ذلك تواصل السلطات المغربية حملتها الوطنية للتلقيح خاصة المتعلقة منها بالجرعة المعززة مجهود ساهم في تحقيق تراجع كبير في عدد حالات الوفيات المغرب يعلن انتهاء الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس كورونا وسط آمال بنجلاء الوباء والرفع الكلي للقيود والإجراءات المرتبطة بمحاربته كريم الخرقوري قناة الغد الرباط